هنروح لموجز الأهم الأخبار مع مينة تفضلي مينة شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زيد النهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة كان الرئيس السيسي قد تقدم بوجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زيد النهيان هذا وقد عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يواصل الناخبون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية لاختيار ممثليهم في البرلمان وتقام الانتخابات في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية ويتنافس في الانتخابات 817 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعد من جهته أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم جهزية الجيش لمنع آية عملية تخل بأمن الانتخابات أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على أربعة أوكار الإرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن القوات عثرت على عبوات ناسفة وقنابل وصاروخ تالف ومنصة إطلاق صواريخ وبطاريتي تفجير عبوات تالفة كما تم تدمير وكرين قديمين للإرهابيين ومجموعة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف مع وفد برلماني أمريكي بقيادة ميتش مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ وأعرب زيلنسكي خلال اللقاء عن تطلعه إلى دعم الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا وشدد الرئيس الأوكراني على أن زيارة تؤكد الدعم القوي لبلاده وقوة العلاقة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني نشيرا إلى أنه نقش مع الوفد الدعم المالي والعسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا نفت روسيا مزاعم بأن أوكرانيا ألحقت أضرارا بسفينة إمدادات تابعة لبحريتها في البحر الأسود ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت أنها التقطت للسفينة في ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم وكانت السلطات العسكرية في منطقة أودسا بجنوب أوكرانيا قد أعلنت أن القوات البحرية الأوكرانية قصفت السفينة في زيفولود بوبروف مما تسبب في اشتعال النار بها قتل عشرة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة إطلاق نار بمتينة باولوك بولاية نيويورك الأمريكية وأعلنت السلطات أن منفذ الحادث الذي كان مدججا بالسلاح استسلم لقوات الشرطة بعد أن تم حصاره مضيفة أنه سيتم التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية وعملا من أعمال التطرف العنيف بدافع عنصرية وقالت السلطات أن الجاني الذي كان مسلحا ببندقية هجومية جاء إلى المدينة من مقاطعة في نيويورك على بعد ساعات لاستهداف المتجر في هجوم بثه على الإنترنت وقال مسؤولون أن 11 من بين 13 شخصا أصيبوا بالرصاص من دوي البشرة السمراء وختابا تأهل الأهل لنهاء دور أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه بعد تعدله أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل منهما في إياب الدور نصف النهائي لدور أبطال أفريقيا ثنائية الفريق الأحمر حملت توقيع كل من أحمد عبد القادر ومحمد شريف بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من أحمد قندوسي ورياض عيادة كان الأهل قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بربعية نظيفة ليتأهل للنهائي بنتيجة ستة لإثنين بمجموع المبارتين ليضرب موعدا في النهائي مع الوداد المغربي يوم الثلاثين من مايو الجاري ختم مجز التساعدة لاستقمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بالفصل